ستنا سيدة زينة بردوان الله عليها وارضاها كانت مجاب الدعوة وتخيلوا بقى يشوفوا الجمال علشان أنا بقول للناس كلها لما تقابل حد يقول له دايلي فلما انت تدعيله هو دايلك ربنا تقبل دعائكم تلتين ستنا يدخل عليها سيدنا الحسين ليلة كربلاء ويقول يا أختاه لا تنسينا من دعائك في نافلة الليل وخدوا بالكم يا سيدة سر من الأسرار التي تجاب بها الدعوات صلاة الليل ومش معنى صلاة الليل ان انت تصلي طول الليل لا انت لو تصلي ركعتين لله بس تفرغ فيهما قلبك وتفرغ فيهما نفسك وتخلي جوارحك خاشعة الاول تروح تتوضى تحسن الوضوء وتسبغ الوضوء ما تتوضاش وضوء موظفين ما تقول لنا نحسن الوضوء ازاي كل انا عارفين بنتوضى ازاي اسحنا كل انا عرفون بنتوضى ازاي Xiaomi Al-Kone ويقولك على حاجة لكر ممنにعلموه هنا في الضر بس يا الله واحدهالك كدة من كان زمان يقولك حقيقة حقيقة منا يخسل ايده لأحد يقول:"لحد الكوع guamoacara u this term ده ليس الكوع القياه اللى هو البيع اللي هو العظمة الكبيرة اللي تحت الإصبع الكبير في القدم ده اسمه البوع فكان زمان يقولونا كده احنا فولة ابتدائي ما يبقاش أزهال اللي ما يعرفش الكوع من البوع وعشان كده احنا دلوقتي لما يجي واحد مثلا مثلا السهزة بشيخول والله ما يعرف الكوع من البوع طب ما تقول لنا اللي هكون بنتوضى كلنا غلط ولا ايه يخسل ايده ثلاث مرات لحد فين ها الكوع خلاص كده وبعدين يتمضمد ثلاث مرات ويتمضمد يعني يدخل المية ويخل المية تجوبه في ايه خلي بالك في كامل فمه تمام خلي بالك وبعد كده يستنشك ثلاث مرات مش شرط يدخل المية لا من مهم المية تصيبه أنفة وبعدين يخسل واجهة دون لطن يخسله برفق ها ما تعملوش كيف ها ما تلطمش من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شخمة الأذن اليمنى إلى شخمة الأذن اليسرى بالراحة كده ثلاث مرات وبعدين يخسل ايده إلى المرفق معايا كده ثلاث مرات والمية لازم تعدي السواد بتاع اللي انتوا بتقولوا عليه الكوع بقى لازم تعدي الحتة دي كده ماينفعش نعمل كده وماينفعش نمسح على الهدوم ماينفعش وبعد كده يقوم مسح على شعره مرة واحدة وبنفس المية مرة واحدة شعره مش ثلاث مرات وبنفس المية بتاعت شعره يقوم مسح ودنه لا فيه أفاه ولا فيه باطه ولا فيه اللي احنا بنعمله دهان وبعد كده يغسل رجله لحد الايه لحد الكعبين فين الكعبين اللي هم العظمتين البارزتين دول ايوة طيب لو تحتيهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس اللي هي بتخسر رجليها وما بتوسطش المية للكعبين ويل للأعقاب من النار وهو بيتوضى لازم يكون مجرد نفسه من كل هوى ويكون واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يستحضر تساقط الظلوب من وشه ومن لسانه ومن ايده ومن راسه ومن ودنه من كل شيء وبعد كده يخرج يقول اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطاهرين اللهم ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ويقف لربنا سبحانه وتعالى ايا كان الوقت بعد سارة العشاء ومشارة يتجرد بقى من كل شيء جوا ويتوجه لربنا سبحانه وتعالى وبعدين يصلي ركاتين لا يحدثوا بهما نفسه لما يصلي ركاتين يصليهم بتأني